مساء الخير عزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحياة والقانون لا حياة بلا قانون ولا قانون بلا حياة طبعا في مشاكل كتيرة أو بتمر بيها الأسرة المصرية وبالتالي بتضطر الزوجة أنها تطلب اطلاق من خلال الحلقة ويسعدنا استضافة المستشارة القاديرة الأستاذة ولاء علي المحامية بالإدارية العليا والدستورية وهنتكلم عن التفريقة بين الطلاق وبين الخلع أهلا بك يا فنديم زيكا دكتور زي حدرتك وأهلا بكم نورتنا في مشاكل كتير بتحصل بين الأسرة المصرية بين الزوج والزوجة الزوجة بتكون في حيرة اللي هي بتلجأ إلى الطلاق ولا بتلجأ إلى الخلع أيهم أفضل ممكن حضرتك يا فنديم توضح لنا إمتى أنا لما تجيلك زوجة بتشتكيلك أقول لها لا أنت ترفعي دعوة طلاق أو إمتى لما زوجة تجيلك تقول لها أرفعي دعوة خلع فضل يا فنديم أحنا الأول يا دكتور إحنا نتكلم على الطلاق والفرق بينه وبين الخلع الطلاق في القانون المصري أو هنتكلم الأول في فقهاء الأحناف قالوا على الطلاق إيه؟ قالك الطلاق ورفع قيد النكاح رفع قيد النكاح في الحال أو في المقال لفظا أو كتابة أو صراحة الأصل في الطلاق الحصر لا الإباحة وفي الطلاق في طلاق بائن بينونة صغرى وبينونة كبرى وفي أنواع للطلاق لو جئنا تكلمنا على الطلاق البائن وهو مجرد صدوره فلا تحل المطلقة لمطلقة مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين تمام؟ أما إن لم تمتهي هذه فتعتبر هذه البينونة الصغرى أما إذا كانت البينونة الكبرى فتكون الطلقة الأخيرة وهي المكملة للثلاث فلا تحل له حتى تنكوها زوجا آخر ويدخل بها ثم يطلقها وبعد ذلك يعني إن شاء يتزوجها مرة أخرى طيب بالنسبة للخلع يا فندي يعني دلوقتي أنا لو زوجا وجيت لحضرتك وبقول لك يعني مشكلة خاصة بيني وبين زوجي بتنصحيني لأنا أرفع دعوة خلع ولا تنصحيني لأنا أرفع دعوة طلاقة يعني وجيت نظرة إيه في سير الموضوع والله ساعت بتجي الزوجة بتبقى مكلومة جداً وبتبقى مستائة جداً ولديها من النفور والكراهية الكثير لزوجيها فبتطار إنها تقولي أنا عايزة أرفع خلع وعايزة اللي تشوفيها أستاذة وعايزة بسرعة لإني فيه خلاص استحكم النفور بينهما في الحياة الزوجية فطبعاً الخلع هو كلمتين يعني هي بتتنزل عن حقوقها المالية وهناك فرق هل كل الحقوق أم بعضها يعني فيه لغط عند بعض الناس يعني طب أنا إيه يعني هيبقى مضرورة يعني أنا كمان هخلع وبرضو مش هاخد فالشرع خول للزوج أن يطلق طبعاً بإرادته المنفردة فقاله لو أنت روح تطلقت إدي ست بقى حقها بيبقاش بقى يعني خرب بيوت بقى من كل حتة مادياً ومعنوياً ونفسياً فبيطار إيه ديها كل حقوقها في حالة أطلاق المنفرد هقول لساعدتك بعد ما نفرق بس ما بينه وبين الخلع لكن الخلع هي بتروح تطلق نفسها حتى الحكم بيصدر تطليقها خلعاً وتتنزل عن بعض الحقوق المالية المتعة العدة بتحضر قدام المحكمة وبتمضي وتقر بهذا التنازل والنفأ طبعاً كل حاجة ما عدا قائمة المنقلات الزوجية والتي تندرج نحو قانون العقوبات 341 كجريم التبديد يعني ممكن كده يعني معناها اللي هي بتتنازل عن نفأة العدة والمتعة ومؤخر الصداء لكن طبعاً الأهم دي لها الأهم من كده أنها بتعرض مقدم الصداء أولاً بموجب إنذار قبل رفع الدعوة أو أثناء سير الدعوة إجراءات الخول أفضل يعني في سير الدعوة أفضل من الطلاق يعني أنا أسمع للطلاق بيقول لك لا أنا بتاخد وقت كبير عشان خاطر هو الطلاق علشان ما بيكونش حكم نهائي فيجب أن يكون حكماً نهائياً حتى يتم يكون فيه سيغة نفزاية وتم فيها الطلاق فالطلاق طبعاً بيوقفي استقناف لكن الخول ما فيش استقناف طبعاً يا فندم بنتنقل مع حضرتك لمسألة أخرى بما إنك مرشحة على مجلس نقابة المحامين دائرة شمال القاهرة تحديداً على مقعد نقيب عين شمس وباعتبر حضرتك السيدة الوحيدة أو المرشحة يعني حتى الآن ربنا يوفيك هو بدأ إمتى يا فندم من الترشيح هو إن شاء الله فتح كان يوم السبت الماضي حتى يوم الخميس للترشيح والله الموفق ربنا يا ولي من يوصلح إن شاء الله ربنا يوفيك يا فندم طب يا فندم أنت شايفة يعني باعتبرك الممثلة الوحيدة للمرأة نسبة حصودك ونجاحك يعني دي والله يا فندم هو توفيق من عند الله بس إحنا عادينا نتكلم في الأول على المرأة في الإسلام وإن كنا غير مختصين بهذا الأمر لكن عايزين نتكلم من الأول المرأة في الإسلام كم كرمها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم المرأة في الإسلام هي كانت أول من آمنت بسيدنا محمد هي سيدة خديجة أول شهيدة في الإسلام كانت سيدة أول من صدق الرسول كما ذكرت هي وأول من بشر النبي كانت سيدة ودائما الرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يعني يوصي على النساء خلينا نتكلم من ناحية العملية ومن ناحية المناصب ونشوف بره الناس دي عملوا أو المرأة عملتين فيه مناصب سياسية كثيرة جدا المرأة تحصلت عليها في العالم كله فيه مثلا فيه بارك جيوون دي رئيسة كوريا الجنوبية ودي كانت أول رئيسة يعني تعتبر سيدة وفيه عاطفة يحيى أغا هي كانت هي مسلمة وبرضو كانت رئيسة جمهورية يعني فأنا عايز أقولك أن المناصب أو المناصب السياسية تقلدت بها المرأة كثيرا وأثبتت جدارتها طبعا يا فنم الكلام عن الترشيح بتحضرتك يحتاج حلقة تانية هنقدر إن شاء الله تعالى اللي احنا نتكلم فيه باستفادة جدا وطبعا أنا للأسف شديد ما وقت حلقتنا يعني انتهى وأنا يسعني طبعا في الحلقة القادمة إن شاء الله اللي احنا نكمل الحلقة وعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية الحلقة وإن شاء الله انتظرونا في الحلقة القادمة وحلقة جديدة من برنامج الحياة والقانون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته